برضو إدارة الإعلام في اتحاد المصر ريكورت القدم مبارح في صحفي إنجليزي اسمه كريستان وولش ده صحفي إنجليزي في موقع ليفر بول إكو فالراجل جاي عايز يبعث استفسارات لاتحاد المصر ريكورت القدم لقى إن الاتحاد عمله بلوك أيا كان بقى البلوك ده قبل لما قصرت صلاح ولا بعت صلاح لكن المبدأ نفسه أنا كاتحاد كاتحاد إزاي يعمل بلوك لصحفي أجنابي والراجل بقى راح نشر زي ما حرقكم شايفين كده إيه إنه هو معمول له بلوك من الصفحة الرسمية للاتحاد القرى على تويتر مفروض أنت أي صحفي بقى سوق مصري أو أجنبي أنت ما يفعش تعمله بلوك أنت شغلتك شغلتك إنك ترد على استفسارات الناس الصحفيين لازم ترد عليهم لكن إيه برضو الصورة السيئة دي إحنا ليه بنعمل في نفسنا كده يا جماعة حاجة في منطقة الغرابة يعني يعني أنا دلوقتي لما ينشر صحفي زي ده وفي موقع كبير في أوروبا وموقع مختص بأخبار ليفر بول اللي عندهم نجمنا المصري الكبير محمد صلاح ويلاقي معمول له بلوك إيه السبب في كده يعني عمل لك الراجل ده أيا كان أنت دورك إنك ترد عليه فالصورة بصراحة بقت وحشة جدا 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 كمان قال لك التواصل من خلال واللي عايز يستفسر على أي حاجة بخصوص محمد صلاح تواصل من خلال الإيميل بتاع طبيب المنتخب دكتور محمد أبو العيل وحطيني الإيميل لدكتور محمد أبو العيل لا يا جماعة لازم يبقى فيه هذه حاجات أصلا بدقائية ما ينفعش أننا نتكلم فيها لازم يبقى فيه إيميل باسم الاتحاد المصري حتى لو خاص بالطبيب المنتخب بس ما يبقاش باسمه هو يبقى فيه طريقة للتواصل أمور في الحقيقة غريبة جدا قبل ما أطلع الفاصل سريعا نتمنى طبعا أن يبقى فيه معالجة من اتحاد المصري كرة القدم وإدارة الأعلام تحديدة قبل ما أطلع الفاصل من نهاردة المباراة